مع اقتراب الشهر الفضيل، يزداد الطلب على الفواكه الجافة التي تدخل في تركيبة بعض الأطباق الجزائرية، لكن غياب صناعة تحويلية لمثل هذه الفواكه التي تعرف وفرة وتنوعا خلال موسمها، سببا أساسيا في اللجوء إلى استيرادها، علما أن تحويلها محليا لا يستدعي تكنولوجيا كبيرة ولا وسائل ولا تقنيات متطورة. غياب الإنتاج المحلي فتح الباب أمام الاستيراد بالعملة الصعبة والتي انعكست سلبا على استقرار السوق المحلية من حيث الوفرة والأسعار. الآن مرمضان يرخي من يجيب، هذا إيه؟ الآن مرمضان غالي، الآن مرمضان غالي، الآن لا يرخي من يجيب. التوجه نحو الصناعة التحويلية أصبح أكثر من ضرورات خاصة عندما يتعلق الأمر بتشفيف مثل هذه الفواكه التي تسخر بها بلادنا كما ونوعا.